السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناتي اليوم ان شاء الله غد ينشارك معكم طريقة عمل شوفان كغامل يزيل كيجي الديد و كيجي كذلك صحي وبالنسبة لاستخدامات تعوفة في استخدامات عدة غد نذكر منها شي حاجة في اول فيديو شي حاجة في اخر فيديو منها ممكن ان انا نستخدمه كبديل للفيتين و نزينه به ليغاتو سواغي او لندرو كطبقة مقرمشة على ليغاتو غلاسي هنا انا غدي نستخدموه في الوصفة هادي نتاع الجرانولا اللي غدي تكون سهلة و مبسطة و كذلك صحية فبنسبة الاصل في الجرانولا كيدروا فيها الشوفان كغامل يزيل كيدر في السكر الاشقر و كذلك العسل و السبيب و بعض انواع المكسرات و كيدخل الفر هنا غدي ندير الشوفان تعنا مكرمل فقط في المقلاس يعني غدي يكون بمكونات سهلة و بسيطة و كذلك يجي مقرمش و صحي و لديد و غدي ندير معكم هاد الوصفة كذلك اللي ممكن انكم تعطوها لوليدة او لا تفطروا بها في الصباح فهي صحية و لديدة مروا و بسم الله على بركة اللي المكونات عندي 160 جرام متاع الشوفان اللي غدي تكون الحبان ساعوا صحيحة هكذا عندي 80 جرام متاع السكر الناعم او لا السكر الخاشين اللي توفر عندكم و عندي كذلك 80 جرام متاع الزبدة هنا عندي مياس كرام غدي ناخد غير 80 جرام و عندي ملعقة صغيرة متاع الفانيلا اختيارية او لا كيس منكه بسكر الفانيلا و قبصة متاع الملح بالنسبة اخواتي اللي شوفان فهو هادا او لا الخرطان الحبان ساعوا كتكون هكا صحيحة بالنسبة للنوع فاخدو اللي تكون في العلبة يعني سيدات 13 جرام البنات من الاحسن تاخدو هاد النوع هادا ما تكونش هكا في هبح البودغ يعني ما ناخدوش ديال الوزن هنا اه كنا اخدو مقلات ضروري اخواتي انها هتكون مكت للسقش اه او لا كاسخول او لا تنجرة غادي نوضعو مية وستين جرام متاع الشوفان اللي غادي يكون الحبان تاعو صحيحة كف ما اذكرت تمانين جرام متاع السكر ناعم او لا السكر اه العادي و عندنا كذلك تمانين جرام متاع زبدة يعني المكونات بسيطة اه جوشة الاضعاف انتاع اه انتاع الشوفان و عندنا نص الكمية انتاع القيمة انتاع الشوفان اللي هي فيها السكر وبنفس القيمة غادي نديرو الزبدة هنا اخواتي فقط على نار دائما هادية الزبدة من احسن تكون بدرجة حرارة المطبخ غادي نبقى تنحرك حتى كتدو بديك الزبدة وكيتخلط عندنا هاد السكر مع الزبدة مع الشوفان وكيوليو اه كاملين مع بعضياتهم مخلطين وهدي اعطينا هاد الشكل هادا غادي نواصلو دائما التحريك والنار خواتي هادية يعني بالنسبة لهاد الوصفة هادي كان بغيو ان انا اه ضروري ان انا نوقف عليها باش ما يتحرقش عندنا ويتكرمل بسرعة 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 وصافي اخواتي هنا مني كيدو عندنا الزبدة والسكر ضفت رشا تاع الملح قليلة وعندي هنا ايا كذلك الفانيلا البودغ عندي ملعقة صغيرة اختيارية اذا حبيتوا انكم توضعوها كتعطينا واحد النكهة والملح ضروري من القبيصة البنية باش كتعدل لنا داك الطعم بتاع الحلاوة هنا كيفما شفتوا معايا الحبات بدو كيعطوا واحد اللون مغاير ضروري اخواتي نكملوا تحرك حتى كي نشوف عندنا هاد شوفان هادا من الزبدة بالنسبة الزبدة فهاد الكمية كانت كافية وغادي نذكر لكم حد مسألة اخواتي من الاحسن انكم تديروا الزبدة اللي تكون نوع جيد اي زبدة نتاع العبار او لا زبدة الحيوانية دائما نواصلوا التحريك حتى كي بدو يتغير اللون كيفما شفتوا معايا هنا الحبات كاملة نشوفوا من الزبدة وبدو اللون كيتغير كنواصلوا التحريك دائما النار تكون هادية تماما باش ما يتحرقش معانا لانه بسرعة بسرعة كتشد فيه النار وكيفما لحتوا اخواتي مع التحريك كي بدأ اللون تاعو كيتبتلوا كي بدأ كيعطينا داك اللون الاشقر صافي هنا اخواتي منين تغير اللون تاعو والحبات كاملين واللون واحد فزولت المقلات وبقت غير على الصد انتاع النار غادي مبقى تنحرك مبقى تنحرك ولكن انا مزولة المقلات من على النار غير حتى كنخلط مزيان صافي وغادي نحطوه في شي ورق انتاع الزبدة اولا في شي صاحن حتى كي برد مزيان مزيان اخواتي فكيفما شفتو يعني نحاولو ان انا نقفو عليه ما نخليوش الحبات انتاعنا يتحرقو ممكن بعض الحبات كي يجيهم كي يجينا اللون تاعهم غامق شوية لكن ماشي محرقين هنا كيفما شفتو معايا منين تكرمل عندنا شوفان فهدو هما الحبات كي يجي مقرمش وكي يجي الديد بالنسبة للوصفة اللي غادي نتخدم معاكم من تاع الجرانولا للفطور اللي هي صحية عندي الياغورت هنا عندي 200 جرام 100 جرام في كل علبة بديلوه على حسب اللي بغيتو عندي العسل اللي كان اخدوه من سيبر مغشال البنات اللي عندو الطيبة تاع العسل الحر وعندنا اي نوع من الفواكه عندي هنا هي البلو بيري اولا التوتل الازرق عندي شوفان وعندي هاد زبيب الاسود اي نوع نتاع زبيب بغيتو من الاحسن يكون الاسود هنا غادي ناخد اثنين ملعق من هاد العسل بالنسبة لهاد الوصفة هادي فانا كنت سبق لي وقدمتها في القناة غادي نترك لكم كذلك الرابط بالشوفان العادي بعض انواع المكسرات اللي كان ديروها كتحلية في رمضان او للصحور اه كتجي الديدة 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 وتحلية سهلة ومبسطة يعني غادي نترك لكم رابط نتاع الاخرى اللي ممكن انها هتجي بدون فواكه فبالنسبة لهاد الوصفة هادي اللي هي القرانولة فهي مشهورة اخواتي يعني كتجي هكا ياغورت مع عسل بالنسبة العسل اخواتي فبعض المرات كنشري العسل كنشري الياغورت عفوا اللي تكون بالطيبة انتاع العسل غادي نخلط كل شي مع بعضياتهم الياغورت او لا الزبادي غادي يكون بدون نكهة سادة او لا بدون سكر نخلطو مزيان ممكن هاد العسل مع الياغورت نديروه من بالليل اخواتي ونوضعوه في هاد المرتبان اللي غادي يتردبه في الصورة باش انه يبردندنا مزيان مزيان والصبح كان نحط فقط فواكه والشوفان وكذلك الزبيب او للمكسرات للوليدات فهنا كيف ما لاحظوا معايا غادي نحط الزبادي مع العسل وغادي نوضع زبيب الاسود كيف ما واضح معايا في الصورة بالنسبة اخواتي للمكسرات كتقدروا توضعوه هنا وضعت شوفان كاراميليزي وغادي نوضع البلوبيري او لتوت الازرق كذلك ممكن توضعوه للفريز او للفراولة اي نوع من الفواكه كتقدروا انكم او لتوت غادي مقدر في طبقاتها كبهات الشكل هذا بالنسبة اخواتي للمكسرات تقدروا توضعوه اللوز ايفلي او لرقائق اللوز جوز البيكان او للجوز اللي هو القرقع اي حاجة ممكن تطفوه على هاد الوصفة هدي فهي صحية الناس ريادين الناس اللي كيبغوا يحفظوا على صحتهم لوليدات صغر يديهم عام المدرسة وكتبقى هكا مغطية وكتجي لديدة صدقوني كتجي لديدة بزاف وممكن اننا ناخدوها حتى باردة بزاف وكان هذا هو الشكل تحى اخواتي فان شاء الله هتعجبكم هاد الوصفة هدي اللي مشهورة بزاف وغنية عن التعريف ان شاء الله تجربوها وتردع لي الخبار غادي نخليكم اخواتي مع الوصفات اللي ممكن انكم تديروا فيهم هاد اولا نذكر لكم عفوا هاد شوفان كغامليزي ممكن انكم دينو بيصابلي كذلك تسطحنوه وتضيفوه كاضافة مع الحلويات انتعد وزاتي نتمنى هاد الوصفة اليوم تكون نالت اعجابكم طريقة الاحتفاظ بيك توضعوه في اي مرتبان تعزوجاج باش كيبقى لنا مقرمش وليد وان شاء الله يعجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنسوش انكم تديروا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من قناتيو الى اللقاء جدا اشتركوا في القناة